السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بد من تذكير أن حرق المصاحف في الدول الإسكندنافية لسيما النورفاج والسويد والدنمارك أمرا ليس جديدا لكن هذه المرة بالغ المتطرفون في ذلك وبلغوا أيضا في غبائهم حينما ربطوا حرق المصحف الكريم بإسلام تركيا ولي من لا يعرف أسباب النزول فهذه الدولة أي تركيا هي التي كانت وراء رفض اندمام السويد إلى حلف الناتو المعروف أن السويد مباشرة تقدمت الطلب من اندمام الحلف الناتو بعد غزو الروس لأوكرانيا السويد خفت وتقدمت الطلبها لاندمام مباشرة لكن نظام الناتو يشترق قبول طلب أي دولة جديدة في حيثه بموافقة جميع الدول الأعضاء دون استقناء ولا تعتمد الناتو قرار الأغلبية باندمام دول جديدة بل كل دول يجب أن توافق لكن تركيا اشترطت على السويد التوقف عن دعم الأكراد الذين تعتبرهم جماعة إرهابية وقد رفضت سويد طلب تركيا فرفضت تركيا قبول اندمام السويد للناتو وهذه هي الدوافع الأساسية التي تركت أو حفزت المتطرفين السويديين على إقدام على حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارة تركيا ترجمة نانسي قنقر